إن الصحابة كلهم كذكائي قد نوروا وجه الوراب ضيائي تركوا أقاربهم وحب عيالهم جاءوا رسول الله كالفقراء تحققت هذه النظرية في كل زمان ومكان تداء من زمن الأولين عند شروق شمس الإسلام في زمن سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فنرى أن الكثير من الصحابة الأوائل رضوان الله عليهم ومن السابقين في الانضمام إلى صفوف المسلمين ومن آمنوا بالرسول بكل سهولة كانت بواطنهم نظيفة وخصالهم طيبة وإن أعظم مثال لهؤلاء هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقد كان في شبابه حازما يعلم من تجاربه أن الخمر يذهب العقل فحرمه على نفسه ولم يشربه قط قبل إسلامه كما كان يرى أن الأصنام قطع صخرية لا تزيد عن قيمة الصخر كان رضي الله عنه صاحب أخلاق عالية وخصال حميدة كثيرة كما وأن رحلاته التجارية ومعرفته بالشعوب واطلاعه على اختلاف البشر في الدين ورأي العالم الخارجي في أصنام مكة وسع من آفاق رؤيته وأورثه قلقا وبحثا عن الحق وتشوقا لنجزة من الله رب الكون كان يجالس النفر الصالح طويلا ويستمع إلى كلماتهم عندما بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وصل النبأ لأبي بكر رضي الله عنه وهو في الثامنة والثلاثين من عمره وكان وقتها خارجا في تجارته إلى الطائف فعند رجوعه ذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطلع الخبر فلم يتردد وقال أشهد أنك صادق وأن ما دعوت له هو الحق وأنه كلام الله وأنفق حضرته أربعين ألف درهم لنصرة الإسلام إن تاريخ أبي بكر الجليل والمشرف لم يدخله الإسلام فقط بل جعله المبايع الأول ينضم إلى الإسلام بسهولة ويسبق الآخرين من الصحابة في كل أنواع الإنفاق والبر كما وتشرف حضرته بأن يكون رفيق سيد الخلق في أعظم أسفاره وأبا لأحب زوجات الرسول عائشة رضي الله عنها كما وأحبه النبي أكثر من أي صحابي فكرمه الله تعالى ليكون خليفة الرسول الأول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ذبحوا وما خافوا الوراء من صدقهم بل آثروا الرحمن عند بنائي